تعالوا بقى نروح لمعرض الكتاب اللي يمكن تكلمت معكم فيه في البداية معرض الكتاب ده صفحة جديدة في قوة مصر النعيمة وأنا دايما الحقيقة لما بشوف الناس والشغف اللي موجود أولا معرض الكتاب كمان هتلاقي الشباب وإقبال الشباب عليه ومش بالضرورة إنه الشباب هيشتري كل الكتب أو هيشتري عدد كبير ولكن فكرة حتى أنك تشارك أو تروح أو أنت عينك تتسوق عنوين الكتب والأجنحة المختلفة والدول المختلفة الأردن هي ضيفة الشرف الموجودة دولة عربية عندها الكثير من الأشياء تقدمها وفيه طبعا يعني ندويات وفعليات وأشياء كثيرة جدا موجودة لأنه هذا العام كمان يعني تم قبول كل دور النشر ما فيش قائمة انتظار هذا العام فأعتقد أن هي حتكون بإذن الله دورة ناجحة والأنجح هو وجود الناس في المعرض المعرض شهد إقبال كبير من المواطنين مختلف الفئات زي ما أنتم عارفين في كل عام وبيحقق نجاح ملحوظ ومتزايد طول الوقت التفاصيل كثيرة الحقيقة حوالي المعرض هذا العام خلينا نروح لزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري ورسالة لبرنامج التاسعة خلينا نتابع مع الزميل تحياتي لكم متابعين في كل مكان متابعي التاسعة مع انتهاء فعليات اليوم الأول من أمام قاعات وصلاة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين نتحدث عن العديد من الفعليات على مدار اليوم الأول وبحضور كبير من الجمهور بدأت الفعليات بندوة حول منهجية الأديب العالمي عميد الأدب العربي طه حسين وحضر بها العديد من الشعراء والأدباء والنقاد وأيضا الكتاب وكان الجمهور هو القاسم المشترك في أغلب هذه الندوات ثم جاءت الندوة الأخرى حول الشاعر الكبير صلاح جهين وحضر بها الكثير من الجمهور هذه الندوات تأتي ضمن عدد كبير من الفعليات التي تقدر بأكثر من خمسمائة فعالية على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب وتأتي أيضا المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذا المعرض خلال هذه الدورة وأيضا من شخصية العام الشاعر الكبير صلاح جهين وأيضا هذا المعرض يشهد حضور كبير للنشرين من الدول العربية ومنصر ويقدر بأكثر من ألف نشر بجميع الإصدارات الحديثة وبأغلب قاعات وصلاة معرض القاهرة الدولي للكتاب بنشكر زميلنا بنشكرك يا زميل رامي محمد على هذه الرسالة وطبعا زي ما أنتم شايفين حيكون فيه أيام كثيرة طبعا لهذا المعرض وأنا سعيدة كمان أن الناس هيبقى عندها فرصة أن هي تتجول في أروقة المعرض ويبقى فيه فرصة لكل فئات الأسرة وده أجمل ما في هذا المعرض أن دي بتبقى الحقيقة فرصة للأسرة المصرية أنها تبقى موجودة تستحب الأطفال ويبقى القراءة دي أصلها حالة بديعة فلما هتبقى موجودة هيبقى ومشترك كتب بقى والعنوين واللي يروح يحطف مكتبته أو في المكان بتاعه بتفضل بالذات عند الناشئ الصغير والأطفال مأثرة فيهم جدا وفي الحقيقة يمكن للأطفال والكتب الأطفال يعني فيه أشياء كثيرة جدا متنوعة إن شاء الله تستمتعوا بزيارات كثيرة هيكون لنا وقفة أكثر بإذن الله النهاردة في التاسعة مع معرض الكتاب